في أخبار محترفين الآن ثمن الدول الجزائري إسماعيل بن ناصر الهد لأن هناك مباراة حاسمة تنتظرها أنا سعيد جداً سعيد لأنني سعدت الفريق تسجيل هدفين يعد أمراً رائع فزنا بالمباراة وذلك جعلني جد سعيد حقيقة جد مسرور أهدي هدفي لزوجتي وشقيقي الأكبر إنه في المنزل في ميلان وطلب مني أن أهدي له الهدف قبلينا البلاء الحسن والمباراة باتت من الماضي واجب علينا الآن النظر إلى الأمام سنعود للعب مجدداً خلال الأيام القادمة لا يزال لدينا أربع موجهات ولم نضمن أي شيء بعد فوزنا لن يكون لديه أي قيمة إن لم نظهر جيداً خلال باقي اللقاءات ترجمة نانسي قنقر